الخلاء العصبية الحسية للعصب الشمي موجودة على سطح المحارة العلوية للأنف اللي هي سوبرير نازل كونكا العصب الدماغي الأول هو العصب الشمي أو الألفاكتري نيرف في الأول كده هو بيعمل إيه العصب الشمي أو الألفاكتري نيرف العصب الشمي هو عصب حسي مسؤول عن نقل الإشارات الحسية الشمية للمخ يعني هو المسؤول عن حسة الشم طيب فين مكان العصب ده بص يا سيد الفاضر الخلاء العصبية الحسية للعصب الشمي موجودة على سطح المحارة العلوية للأنف اللي هي سوبرير نازل كونكا والجزء العلوي من الحاجز الأنفي اللي هو نازل سيبتا وطبعا أي خلية عصبية عندها محور فبتتحد المحاور أو الأكسونز لخلايا العصب الشمي مع بعضها علشان تكون من 18 ل 20 حزمة صغيرة بيطلق عليها اسم الألياف العصبية الشمية أو الأولفاكتري نيرففايبرز الألياف دي بتمر من خلال السقوب الشمية اللي هي أولفاكتري فورمنا الموجودة داخل الطبقة الغربالية للعزم المصفاوي اللي هي كريبرفورم بليت أوفزا إسمويت بون علشان تتصل بحاجة اسمها البصلة الشمية أو الأولفاكتري بالب وطبعا كل ده بيحصل في الحفرة الدماغية الأمامية اللي هي أنتيريور كرينيا الفوسة بعد كده بيمتد الأولفاكتري بالب على النحيتين علشان يكون جزء اسمه أولفاكتري تراكت والأولفاكتري تراكت بيكمل على محازات السطح السفلي للفص الأمامي اللي هو فرونتال لوب أوفز برين لحد ما يوصل للمنطقة المسؤولة عن حسة الشم في كشرة المخ في الفص الصدوي وهي هبو كامبل جيروس أوفزة تيمبرال لوب اشتركوا في القناة